أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الدولة تعمل على دراسة لتأثير تغير المناخ في مصر وتحليل للوضع الراهن لأثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المصار والمستوى الاقتصادي والاجتماعي وخلال كلمتها في الجلسة الختمية للمؤتمر الدولي بمعهد التخطيط القومية تحت عنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة أكدت الوزيرة أن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التي تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض وأضافت وزيرة البيئة أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التي لم تكن موجودة في مثل هذا التوقيت